ونبقى دائما مع مضامين الخطاب الملكي ونستمع الآن إلى قراءة الدكتور خالد بن تركي الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بطنج نستمع فعلا خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان مناسبة تاريخية أبرز فيها جلالته تموقع المملكة ضمن مسيرة تنموية والثورية تلهم الأجيال المتعاقبة في جو من النج الذي يرسم البناء السياسي المغربي وفي ظل طبعا دولة قوية بمؤسستها الوطنية هذه المقاومات اعتبرت سلاح للمغرب القوي للدوذي عن مصالحه ولمجابهة الهجمات العدائية المدروسة من قبل بعض الدول وبعض المنظمات التي تكيل العداءة للمغرب وتحاول يأس تنسويق مواقف متجاوزة وجاهزة هدفها تقويض حرية المغرب وقوته المؤثرة كما أشار جلالته إلى بعض الدول الأوروبية الشركة التي تخاف على مصالحها الاقتصادية ومراكز نفوذها في المنطقة المغربية والتي لم تستطع مسايرة التطورات ولم يرقى تعاملها إلى احترام مؤسسات الدول الأخرى بل استعملت كل طرق شرعية كانت أم غير شرعية للزجب المغرب وتورطه في خلافات مع دول أخرى اشتركوا في القناة